كما التقى الوزير شوكري السكرتير التنفيدي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سايمون ستيل وأشهد شوكري خلال اللقاء بدعم السكرتيرية الاتفاقية الإطارية للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ الذي عقد بشرم الشيخ العام الماضي وأشعرت وزارة الخارجية في بيان إلى أن اللقاء تناول كيفية تنفيذ مقرجة مؤتمر شرم الشيخ في إطار الإعداد للدورة المقبلة للمؤتمر كاب 28 بالإمارات ترجمة نانسي قنقر